السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائكم في قناة تداول العربي أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم شركة بوبا العربية للتأمين سهم شركة بوبا العربية تأمين من هذه الشركة من الأسهم من الشركات الرابحة والثابتة والراسخة والعريقة في سوق الأسهم السعودية إغلاق اليوم طبعا رقم السلم على منصة تداول 82110 2210 شركة بوبا العربية الآن إغلاق اليوم كان بسعر 167 ريال بارتفاع حوالي 4 ريالات واربعين حالة آخر توزيع الأرباح كان بتاريخ 8 سبعة 2021 بقيمة 3 ريال واربعين حالة الآن بالنسبة لأداء الشركة أو أداء السهم عن النصف الأول من العام 2021 أعلنت الشركة عن الأرباح بما صافية قبل الزكاة طبعا من قيمته 509 ألف 509 ألاف ريال سعودي مقابل 568 ألف ريال سعودي في النصف الأول للعام 2020 ربحية للسهم بلغت حوالي 3 ريال 3 ريال 58 هلالة في النصف الأول من العام 2021 مقابل 4 ريالات وثمانة هلالات ربحية كل سهم في النصف الأول من العام 2020 الآن توزيع 3 ريال وأربعة هلالات عن النصف الأول 2021 ندل على أن الشركة توزع أرباح مجزية يعني 3 واربع بالعشرة يعني حوالي 7 من 167 يعني حوالي 5% تقريبا نعم حوالي 5% حوالي 4 ونصف بالمئة يعني سهم استثماري جيد جدا حوالي 4 ونصف بالمئة هو دخل وجدوى أرباح ثابتة يوزعها السهم على ملعك هذا يقولنا إلى أنه هذه الشركة بصراحة شركة بوغما من أفضل الأسهم في قطاع التأمين وتعد بمقياس جيد جدا بالنسبة للشركات التي تعطي وتوزع أرباح مجزية بشكل دوري على ملعك السهم حافظت الشركة على وضعها الاستثماري كسهم رابح في السوق السعودي رغم جائحة كورونا في العام 2020 وأعلنت أيضا عن أرباح في العام 2020 وفي النصف الأول في 2021 أيضا ها هي تعلن عن أرباح وتوزع عن النصف الأول أرباح مجزية إذن هذه طبعا ليست توصية لشراء السهم لأنه بالنسبة للسعر العادل للسهم يعني القيم العادل للسهم هي قريبة منها يعني القيم العادل حوالي 175 ريال سعودي هذه ليست توصية للسهم ولا لغيره ولا تنثير من أي سهم نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة